ينضم إلينا من أربيل صهيبة الفهداوي مراسل الغد صهيبة تفاصيل أكثر حول هذا الاعتداء التركي المصادر الرسمية يارا تحدثت بأن الهجوم استهدف دورية عسكرية تابعة لحرس الحدود العراقي بينما جاءت الصور من منطقة سيدكان لتشييع جثمان مدنيين سقطوا أيضا في القصف في الحقيقة الأخبار متضاربة والدلاء التشير بلا أن الحادثة حدثت أو ما جرى هو استهداف لأكثر من منطقة الأولى تضمنت دورية عسكرية تابعة لحرس الحدود قتل فيها ثلاثة من عناصر أو من قوات حرس الحدود اثنان منهم ضابطان والثالث جندي وأكثر من خمسة مدنيين سقطوا في قصف على ما يبدو في منطقة سيدكان حيث تفيد المعلومات الواردة من هناك عفوا من شهود العيان وكذلك من مصادر كردية بأن القصف استهدف أيضا تجمع أو اجتماع لقوات حرس الحدود وأيضا عناصر من حزب العمال الكردستاني ما تسبب بسقوط ليس أقل من عشرين شخص في هذا التجمع وأيضا من بين القتلى مدنيين تم تشييع جثمانهم بحسب الصور التي وردتني قبل قليل في منطقة سيدكان وهي إحدى المناطق الحدودية القريبة من منطقة الصراع والمنطقة التي تستهدفها تركيا خلال غاراتها خلال الأكثر من خمسين يوم الماضية خلال عملياتها بيان الحكومة العراقية أو بيان تحديدا خلية الإعلام الأمني في بغداد ذكرت بأن الهجوم استهدف دورية عسكرية وأدانة هذا الهجوم ولم تتحدث عن بقية تفاصيل القصف التركي الذي يستهدف المنطقة الصور التي ترد من هناك في الحقيقة المعلومات جدا شحيحة بسبب أننا نتحدث عن منطقة محتلة من جانب عناصر حزب العمال الكردستاني وتواجد الجيش العراقي وحرس الحدود قليل جدا في هذه المناطق وبعض المناطق لا تتواجد فيها أصلا قوات من حارس الحدود ولا من قوات البيشمرق الكردية والعمليات التركية أصبحت المنطقة بحكم المسيطر عليها من قبل تركيا أي تحرك في هذه المناطق هو يستهدف وبشكل سافر حتى مدنيين سقطوا خلال الأيام الماضية نتيجة القصف التركي المتكرر بالطائرات المسيرة التي لا تكاد تنقطع عن التحليق في هذه المنطقة تركيا خلال الفترة الماضية لم تتوانى في استخدام كافة ترسانتها العسكرية في الشمال العراقي والمخاوف سياسيا هنا في قليم كردستان قد تكون غير معلنة ولكن ما نسمعه من الأوساط السياسية بأن هناك تخوف من بقاء دائم للقوات التركية التي بدأت بإنشاء شبه منطقة عازلة على طول الشريط الحدودي مع العراق كما حدث في سوريا خلال العمليات التركية في الشمال السوري فالمخاوف من أن تمتد عمليات الجيش التركي لمخطط قد يكون بعيد الأمد للقوات التركية في هذه المناطق خاصة بأنها لم تعتذر حتى الآن أو حتى لم تبين طبيعة ما حدث وكيف أن قواتها قامت باستهداف ضباط نظاميين في القوات العراقية شكرا جزيلا لك سهيب الفهداوي مراسل الغد من أربيل شكرا جزيلا لك شكرا